السلام عليكم ازيكم وعملين يا رب يكونوا بخير معكم ميسيف الشبراوي والنهاردة فيديو جديد من فلسلة شرحات الشبراوي الفيديو ده بش هيهم الناس كتيرة هم هيهم بس الناس بتاعه خصيصا يعني اللي بيقضوا شاشات اي بي اس وبعد كده بيحسوا ان هو بعد ما خد الشاشة الاي بي اس اه طبعا كل فيديوهاتنا وكل الناس بيقضوا شاشة الاي بي اس بيقضوا يقولوا ان الشاشة الاي بي اس مفودة لمونتاج والجرافك والايدت في ناس ببتسأل انا خدت الشاشة الاي بي اس وبرضو حاسس ان درجة اللون اه هيقفضة طبعا من تي ان والفي اي بكتير لكن برضو درجة اللون هي مش صح درجة لون انا شايفها انا بتقارنها بالموبايل يعني زي ما موظوا بالناس فاكرة يعني وشايف ان درجة اللون بش هي هي مبدئيا فيه غلطة كبيرة بيقعوا فيها ناس كتيرة انت احنا عارفين ان اه في ناس كتيرة تنسك الموبايل عليه صورة معينة وبيبقى فاتح الشاشة الاي بي اس عليها نفس الصورة عشان يقدر يقارن ما بين الالوان اول حاجة غلطة ان في ناس اصلا بيبقى معها مبايلات بشاشات سوبر اموليد او اموليد وبيقارن بيها الشاشات الاموليد اصلا الوانها غلط عاملة كده زي الوان البي ايه الوان بتبقى متشبعة بالزيادة مش الالوان الصحيحة دايما بقول لك لما تيجي تقارن عشان تعرف تصبت شاشتك على الالوان الصح لازم يكون معاك موبايل لان الايفون هو اقرب موبايل درجة لونه بتاميل الى الصواب لو بش معاك خالص ممكن تجيب اه موبايل الهوبي باي بي اس ال سي دي تمام انما الامر الده مستحيل لان هي الوانه اصلا غلط والافضل حتى في الوقت اللي هتعمل فيه شاشة سنت هتصبتها مرة واحدة تخليك في الايفون تمام طيب انا دلوقتي مثلا اه حاسس ان الشاشة فيها مثلا لون احمر زايد فينا حاسس ان الشاشة فيها لون ازرق زايد فينا كل بيكسل في الشاشة بيبقى فيه تلات الوان اسافيين هم دول بيشكلوا بقية الالوان الريد والجيرين والبلو احمر اغضر ازرق وبين من الريد والجيرين والبلو بناخد اول كل حرف منهم ودي بتبقى اسمها الوان الار جي بي الوان الار جي بي هي دي الالوان اللي بتعمل الشاشات كلها والالوان دي هي اللي بتدخلط على بعض عشان تطلع لك لون جديد كل شاشة فيها في المينيو لو دخلت حاجة اسمها يعني انا هوريك دوت فيديو جانبي كلا انا بتكلم ففي المينيو انت بتدخل اهو بتلاقي في الكالر دي بتلاقي التلات الوان اللي هم بتقول الار جي بي والجيرين والبلو ومن خلال هم بتقدر انك تعلي لون توطي لون اللون اللي انت حاس مثلا حاس الشاشة اللون الاحمر زايد في الصورة تقلله بايدي اللي احنا عملنا دلوقتي ده اسمه والكالبريشن ده اللي احنا عملنا بايدينا ده اسمه بتمسك موبايل ايفون مسلا بتشوف الصورة وبتبدأ تزبط الشاشة بناء على صورة الموبايل بتاعة الايفون طيب يا يزب اه هل ده هيوصل لن اضاك لون احنا بنقول ان اللون هيوصلك بنسبة من تسعين لاتنين وتسعين في المية لما انت بتعمل بتاع الايد في برضو سؤال طب مدام انا قدر ازبط اللاحمر والاخضر والازرق وقدرانا عليهم وموطيهم طب انا ممكن اجيب شاشة اي ايه بقى لازمة الشاشة الاي باس لأ لازمة الشاشة الاي باس انك انك انت لما بتزبط لون عليها لما بتجي تطبع بقى الصورة بعد كده او تبعتها لحد تاني اللون اللي انت شايفه قدامك هو ده اللي بيروح للناس كلها انت ممكن تضبط اه الارج بي تاع درجات الالوان لكن برضو الصورة انت تبقى شايفها على الشاشة حاجة لما تيجي تطبع بلون تبقيت على موبايل تانا تقالي شكلها بلون لان الصورة اصلا على الشاشة والالوان اللي متعدى عليك الشاشة اصلا الوانها غلط تمام فده كده نقطة الشاشة الاي باس برضو عشان الناس بقى فاهمها طيب ايه بقى افضل حاجة لو انت خلاص بقى يعني من الناس اللي عايز توصل لاعلى درجة او نصبت درجة الوان بالنسبة مية في المية انك بتعمل للشاشة عن طريق اجهزة دي بيشتلى عند اي حد يعني هي موجودة في مصر يعني في مكان في الناس بتوع منتاج وجرافك عارفين اه اكيد لو اه او او مشترك فيه لو سألت هتلاقي الناس عارفة اه في بيعملوه بحوالي مية جنيه بس هو مشكلة بقى لازم تاخد الشاشة والجهاز والجهاز اه بتعمل عليه عشان يتعمل عليه واللي ما عرفش ايه هو بالجهاز بتعمل هو عبارة عن جهاز كده بيتلزق في الشاشة وبيبدأ ان هو يضبط لك الوانها عن طريق والجهاز ده طبعا بيبقى ضق اه جهاز بنسبة مية في المية بيطلع لك الالوان مضبوطة طيب هي تبليل الشاشة اصلا بش بتطلع من المصنع مع ملاقى ده ده بيتعامل مرة واحدة في العمر وخصص ده بيتعامل كل شوية ده بل ان في ناس بتقول لك انك انت مغرد ما بتنقل الشاشة يعني انت مثلا حدثتها في فضع اضاءة عالية مسلا فبعالك انا قلتها في قوضة ضايتها ضعيفة بيقول لك انها كمان محتاجة تعمل لها يعني يشوف الدرجة في ايه الشاشة بتطلع من مصنع لكن لازم كل فترة الشاشة هيتعمل لها عشان يرجع يضبط الوانها تاني دي حاجة ممكن بتوعب جرافيك وقالك كتير جدا وما يعرفوش النقطة دي ان الشاشة لازم بتعمل لها كل فترة اصلا بتاخد الشاشة بتشغل عليها انا مش بقول ان كنت روح تشتريطي الشاشة الاي بي اس مثلا غير ما تعمل لها انها تطلع لشغل غلط انا بقول الناس العايفة تطلع شغلها مظبوط بنسبة كبيرة جدا بس كده ده كان الفيديو بتاعنا اه اتمنى يا رب اكون فدتكم ولو بمعلومة بسيطة لو اجبوا على الفيديو بتنسل الشرط تحت على زر اللايك وتشتري في القناة اللي وصلك دايما كل الفيديوهات اللي اول باول كان معكم زيف الشغراوي السلام عليكم وبركاته